بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم أعزائي تلاميذ مؤخرا أصبحت تصيد لبعض الأسئلة حول موادع جهد البكالوريا وهل فعلا هناك موضوعين هذه السنة في البكالوريا أم أنه يوجد موضوع واحد لأن هذا الموضوع رهم يتكلمون فيه بزاف خاصة في السوشيل ميليا فهل هذا صحيح أنه يوجد موضوع واحد هذه السنة وليس موضوعين أولا أود أن أخبركم بأن هذا الأمر غير صحيح لأنه دائما لازم يكونوا موضوعين في البكالوريا وهذا من سابع المستحيدات أنه يعطيكم موضوع واحد فقط يعني هذا كان فقط اقتراح من بعض النقابات ولكن طبعا لم يتم قبوله ثانيا خبر مفرح جدا لجميع التلاميذ واللي هو أنه هذا السنة يقال بأنه سوف يكون هناك سلة تنقيط يعني كما نقول مفتوح وسوف يكون في صالح التلاميذ يعني رايح يكون في صالح تلاميذ باش ياخدوا علامات جيدة وممتازة إضافة إلى هذا فإن كذلك يعني خلاص الأساتذة المتكلفون بكتابة المواضيع ومواضيع البكالوريا خلاص رهم بدأوا أو رهم قراب يبدأوا في يعني اقتراح مواضيع البكالوريا وفي النهاية سوف يكون هناك قرعة لكي يختاروا المواضيع الأنسب لهذه السنة وطبعا سوف تكون دائما هذه المواضيع في صالح التلاميذ وهما يركزوا بكثرة على المواضيع اللي ما تكونش تتكرر يعني ما جاتش في السنوات السابقة لهذا إن شاء الله سنناهوا معنا هات السنة يعني كي يقرب البكالوريا ومن الآن سوف نبدأ في المقترحات تاع بكالوريا 2023 تاع اللغة الفرنسية الإنجليزية الإسبانية الفلسفة الإسلامية يعني جميع المواضيع الجغرافية وهذا المقترحات طبعا ريح تكون من طرف أساس داء موثوقين يعني ماشي فقط من عندنا فهذه كانت أبرز الأخبار المفرحة للتلاميذ إن شاء الله هات السنة يكون المواضيع في متناول لجميع إذا عندكم أي سؤال أو استفسار دعوه لي في كومنتر بي نجحكم والسلام عليكم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة